قال لي كلمك قال لك مستر مانوي اللي هو تريكا ما بتفتوش الحاجات دي يعني بصراع الحاجات اللي هي اخلاقيات وسلوكيات دي ما بتفتوش فقال لي هو زعلان منك وبتاع مبدئها مبروك وكده وسهو زعلان وكده وقلت له والله اللي حصل واحد اتنين ثلاثة انا كنت مسافر اسكندرية ورجع تاني هم تكلموني فقالولي ان انا بقى مشارك في اليوم دوات فقلت ان انا ممكن هاروح سلم كده هقعد مثلا وهرجع لكن انا لقيتهم قاعد معسكر هتقعد معنا عشان عندنا ماتش بكرة فقعدت معهم وخاص بنعني بيتش عارف امشي يعني انا بنفسي بيتش عارف امشي ومش رايح بلبس اصلا معيش لبسي فقال لي خلاص كي انا هفهمه هو اكيدا هيتفهم وكده وانت ان شاء الله بإذن الله جاي قلت له انا هخلص بس اقرب فرصة هينفع هاجي هارد على طول وفعلا عملت كده يعني رجعت على طول كان ساعته حتى انا فاكر مستر مانويل هو بيتكلم معي فبيقول لي يعني كان ساعته اكوتي ميشي فبيقول لي يعني ده اكوتي ميشي دخل سلم عليا لان انا كانت علاقتي بمستر مانويل كويسة خارج الملعة يعني خارج الملعة وكانت علاقتي بيه يعني هو كان بيحبني بشكل شخصي يعني يعني كان فيه بينه كلام وهزار وبتاع برا الملعب واو المباكر الرسمي لا لا خالص هو مستر مانويل معك كل بس انا بشكل شخصي هو كان بيحبني كان اي يعني فاكر مواقف مع مستر منويل ااا مستر منويل طبعا كان هي يعني انا فاكر مرة كان حصل موقف طبعا هو كان عنفني جاملة في الملعب وكان في تمرينة وطردني من الموضوع كان شكله فيه عصبية جامل جدا like كده فانا خارجت من الملعب وأنا نازل على الغدا فستاكوزا هو بيقول لي استاكوزا فقمت بس ورح تماشي يعني فراح جايبني بقى وكده قال لي أنا برا الملعب مليش حلاقة بالملعب ده شغل أنت هتدريني في شغلي أكيد أنا هتعمل معك كده لمصلحة عامة لكن خارج الملعب حاول تفصل ما بين الملعب إحنا برا الملعب أصدقاء صحيح عادي جدا فطبعا كانت بالنسبالي أنا كانت يعني برضو مش قادر تتوعي بها لأنه مش متعودين عليها متعود هنا لما بيكون المدرب في موقف برا الملعب هو هو نفسه جوا الملعب برا على البحر عليها هو هو بالزبط كده فطبعا اتفاجئتي دي كانت أول مرة لأن أنا كنت أول مرة أتعامل إنه هو أنا زعلين عشان الموقف أنت طردني في التمريم بس هو طردك بسبب يعني منطقي طردني سبب منطقي بس أيا كان أنت طردت بينك وبين نفسك دايما أنا مصدوم حاسية أنك مصدوم طبعا أنا خارج من الملعب وأنا مصدوم فطبعا أنا خرجت برا فلما هو التعامل معايا كده طبعا موقف غير ثقافتي في التفكير أو في التعامل أو حسيت أن أنا أنا لما بقى مدربة بقى كده فدي خلتني دايما أو خلت اللعبة دايما إحنا كان دايما قبل ما ننزل الملعب بنقعد على الدكة برا على قل تلت ساعة قبل ما ننزل الملعب على طول وهو اللي كان معاودنا على كده نيجي بدري كله بيغير وتلاقينا جاين واحد ورا التاني وهو قاعد برا ويبتدي يهزر مع واحد واحد ويخلي داي يهزر على دا يفوق الناس يعني آه يبتدي بقى يفك وكنقعد نهزر وبعد كده مرة واحدة بدي راح نزلين التمرين دي علاقة دي العلاقة دايما اللي هي بتاعته برا الملعب جوه الملعب طبعا موضوعتي يعني خالص تلاجة طبعا اللي سأل لك عليها والحزم وما فيش زار ولازم تنفذ اللي هو بس اعتقد انه دا الصح يعني انت بعد دماغ قيمت التجربة لما خرجت منها اكيد شايف انه دا كان صح اه طبعا انك في الملعب غير برا الملعب اكيد طبعا وانه في الملعب مفيش هزار اللي خالص ميفحس ان انا اه اتساهل في حاجات او افوت حاجات او اتعامل بشكل يعني يقلل العيبة بالبلد كده تركب في حاجات كده ما ينفعلش اه طبعا اه طبعا انا لدرجة بقولك ان انا يعني بقيت حابب ان انا لو بقيت مدرب ان انا اتعامل فعلا بالسياسة دية ان انا جوه الملعب دا دا شغلي برا الملعب دا على حسب علاقتي بيك يعني انت لو حد قريب مني فانا بتعمل معاك بنفس طريق عادي جدا اه لكن ما بخلطش الامور طيب الاتحاد ولعبت اول ماتش وبعدين الامور مشيت ازاي ما فيش رجعت تاني وبعد كده طبعا رجع السيزون بدأ بدأت معهم طبعا برضو في نفس المركز اه اهلي كان فيه متطلبات ودوافعة وحريس قوي وانا بلعب في المركز دا وقدامي لعيبة باسماء عالية فاهاجم يعني هنا يعني ابتدي بقى اهاجم شوية وكده فطبعا كان من ضمن مركزي او من ضمن واجبات مركزي ان انا ما بهاجمش كتير فدي كانت عاملة ليه مشكلة برضو كلمت مع كابت محمد عمر اه كابت محمد عمر ما اتكلمتش معاه قد ما هو كان بيكلم معاه في تأثير يعني هو ما بيكلم معاه في واجبات مركز او انت مفروض انك انا بوظفك في المنطقة دي فانت بتعمل واحد اتنين لا هو كان بيتكلم دايما انت انت مش مركز انت على طول بتهاجم انت على طول بتروح انت على طول الردة بتاعتك متأخرة اه ممكن احساسي بان الالتزام مش قوي زي النادي الاهلي زي في الاهلي ودي كانت غلطة طبعا كبيرة ان انا كنت حاسس ان حتة ان مش لازم ارده بسرعة يعني الالتزام هنا مش قوي لكن في النادي الاهلي حتى لما كنت بتعمل دي متأخرة النادي الاهلي ما كانش بتهاجم كتير يعني حتى انت لما كنت بتيجي ترد بتلاقي ان الكرة بتتعمل لونج وبنتستحوز عليها واقع الجمعة اللي هيشترك كده فالتان كان في النادي الاتحاد النادي بيحاول يحافظ على وضعه في نص الجدول او بيحاول ان هو يوصل للمربع بيتهاجم الخطوط بتاعته مش على نفس وضع او قوة النادي الاهلي فكانت لأ بتحصل مشاكل فيه فما عرفتش تعمل مع الواضح هناك وكانت مشاكل بقى كتير بقى في الفترة ديت حتة العدم الالتزام ديت بقت مرتبطة شوية باهلي وجل التحاد فمش ملتزم فحطتني في حتة مش كويسة بالزبط كده فحطتني في حتة مش كويسة